اشتركوا في القناة الطائرات الحربية الخاصة بالحرب العالمية الثانية وقعت الحادثة شهر ماي 1999 لما اقلعت طائرة تابعة لحلف الناتو من قاعدة موجودة في هولندا لتشارك في احداث يوغوزلافيا فلما بلغ الطيار السماء المانيا رأى طائرات المانية قادمة متوجهة صوبة ثم اختفت بسرعة ضيف من المستقبل سنة 1897 في مدينة توبولشك الروسية اعتقلت الشرطة رجلا بملابس غريبة ادعى انه من المستقبل وبعد استجوابه ادهش الشرطة كأنه ولد سنة 1965 غير ان كل ما تذكر قبل ما حدث له هو انه وقع مغشيا عليه بعد ان احس بصداع قوي فقررت الشرطة بعد ذلك فحصه ثم ارسله الى مستشفى للامراض العقلية طائرة من الماضي في سنة 1997 نشرت مجلة WW News تقريرا حول طائرة غريبة متجهة من واشنطن حطت في كاراكس بيفنزويلا سنة 1992 القصة حسب ما قدمت كانت عن رحلة جوية ظهرت فجأة على الرادارات وهو ما دفع القائمين على المطار ان يطلب منها الهبوط ليبدو الارتباك على الربان الذي ادعى انه يقود رحلة رقم تشارتا فلايت 914 القديمة من يونيورك نحو مايامي والحملة 54 راكبا على متنها كما اكد ان عليه النزول في ثاني من يونيو سنة 1955 ووسط استغراب القائمين على المطار طلبوا منه الهبوط بالطائرة وهو ممتثل لها قبل ان يرى سيارة تابعة للمطار تقترب منها ليعود توجه الطائرة ويحلق من جديد مبتعدا عن المطار وقد احتفظ مطار كاركاس بتسجيل كدليلا على الحادثة سنة 1944 قرب خالج فلندا شهد الموقع معركة لتحرير اسطوريا تقدمها القائد ترشين بدباباته التقت مجموعة من الجنود يرتدون ملابس قديمة هربوا جميعا لما رأوا الدبابات باستثناء واحد تمكن جنود القائد من اسره ليخبرهم انه احد الجنود التابعين لجيش نابليون وهو من موليد 1772 وكان وكتيبته هاربين من موسكو حيث كانت حرب بين البلدين ليتدخل في اليوم التالي للوقع مجموعة من الاشخاص من قسم خاص تابع للحكومة ويخذها دون اي خبر اضافي حدثت هذه الوقع شهر نوفمبر سنة 1952 في مدينة نيويورك حيث صدمت سيارة رجلا لترده قتلا في شارع برودوي لكن الغريب في الامر هو ان ذلك الرجل كان يرتدي ملابس قديمة ويحمل في جيبه ساعة قديمة وسكينا تم صنعه في بداية ذلك القرن اضافة الى بطاقة هوية تم اصدرها قبل ذلك التاريخ بثمانين سنة تبعت الشرطة الامر لتجد ان الشارع المذكور في بطاقة الهوية قد اعيدت تسميته قبل ذلك بخمسين سنة كما اكتشفت كذلك ان الشخص المتوفى هو اب لأحد اكبر نساء المدينة عمرا وقد تم الاعلان عن اختفائه منذ سبعين سنة ولتأكيد الامر اردتهم ابنته صورة له من سنة الف وثمانمائة واربعة وثمانين بدى فيها مرتديا الملابس ذاتها التي وجده مقتولا وهو يرتديها اتهم مجموعة من المتخصصين حكومة الولايات المتحدة الامريكية باخفاء اسرار حول غواصة امريكية كانت قد دخلت مثلة بيرمودا المشهور لتنتقل بسرعة البرق الى المحيط الهندي وقد اصبح تقامها اكبر بعشرين سنة مما كانوا عليه اثار صينية في سنة الفين وثمانية قام علماء اثار من الصين باكتشاف اثناء قيمهم بترقيب عن اثار قديمة في محافظة جوانشي اميلين ان يجدوا مقايا الامبراطور قديم من عائلة مينغ ليكتشفوا مجسما غريبا يشبه الغتم لكنهم بعد ازالة تراب عنها تأكدوا انه عبارة عن ساعة سويسرية مصغرة تم اخذها الى بيكين حيث اكد خابير انها صنعت في النصف الثاني من القرن العشرين وهو ما اعتبره البعض داليلا على انها سافرت من المستقبل توجه تلك الحقبة الغابرة ما اكثر حالة اثارت استغرابكم